بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد مرحبا بكم أخوات المشاهدات وإخوان المشاهدين في برنامج أخلاقيات الصيام الذي أسأل الله سبحانه وتعالى فيه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة وأن يجعلها لوجهه خالصة أخوان المشاهدين إن من الأعمال الجليلة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى في شهر الصيام شهر الخير والغفران هو قيام الليل وقيام الليل دأب الصالحين وجنة من جنات المتقين يتسابق إليها المتسابقين ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بمعنى أنه من قام في جميع ديال رمضان قياما بشرطين أساسيين هما إيمانا أي بالأمر الذي أمره الله سبحانه وتعالى به واحتسابا أي للثواب الذي أنزله الله ورتب عليه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فقيامك للليل وصبرك على الركعات التي تصليها بالليل منزلة عظيمة وغاية كريمة ومنة جليلة من الرحمن سبحانه وتعالى ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص أشد الحرص على أن يقوم الليل كيف شرع قيام الليل وكيف كان هده عليه الصلاة والسلام في القيام كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل يصلي ركعات طوال حتى كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد كان صغيرا يأتي ويقف على يسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام من أذنيه حتى يوقفه على يمينه فيصلي بجانبه وهذا من الفقه الذي كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم به أصحابه وأمته ولذلك من الخطأ الذي نراه اليوم عند بعض المصلين أنه إن وقف بجانبي أحد الأئمة الذين يصلون إن أراد الاقتداء به نزل خطوة وجعل بينه وبين الإمام مسافة وهذا خطأ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل ابن عباس رضي الله عنهما عن يمينه فكانت رجلي ابن عباس متصلة برجلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلنا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مسجده وحجراته أي بيتها الذي يسكن فيه كانت داخل المسجد فكان يخرج ويصلي ويصلي فكان بعض الصحابة ومنهم العباس يصلي خلفه حتى أنه عليه الصلاة والسلام رأى بعض الصحابة يقتدون به الليلة الأولى الليلة الثانية الليلة الثالثة ثم بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيته ولم يخرج والصحابة ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يريدون الصلاة خلفه حتى يحظون بالأجر والخير فلم يخرج عليه الصلاة والسلام خوفا من أن يظن الناس أن هذه الصلاة فريضة فأخذوا بعض من الحصباء الحصاء الصغيرة ورموا به بيت النبي عليه الصلاة والسلام وباب داره فخرج عليه الصلاة والسلام مغضبا فقال لهم صلاة المرء في بيته خير من صلاته في مسجده إلا المكتوبة بمعنى أن المسلم ينبغي عليه أن يقيم النوافل في بيته إلا المكتوبة فإنه لا يجوز له أن يصلي في بيته بل يجب عليه أن يصليها في المسجد ولذلك في رمضان خصيصا يجتمع الناس على صلاة التراويح لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمر أحد الصحابة بأن يصلي إماما وجمع الناس على التراويح في هذه السنة خاصة ولذلك قيام الليل شرف عظيم من يشتكي من المرض فعلاجه حقيقة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال عن قيام الليل بأنه مطرادة للداء أي أنه سبب في الشفاء بأمر الله سبحانه وتعالى وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر أي تتورم قدمات من طول القيام ويا لله كيف هو حالنا اليوم وكيف هو حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا عندما نقول أنه يطول القيام وتتورم قدمه فمعنى هذا أني لا أريد أن ألحق بك الأذى أخ المشاهد أخت المشاهدة ولكن أقول لو امتثلت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل ولو اجتهدت في تثبيت هذه السنة ولو شيء بالقليل لكان خيرا لك ولذلك أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وإن كان قليلا ولو بركعة واحدة ألا وهي ركعة الوتر فإنها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من تضييع هذه السنة ولا أن يحافظ عليها العبد قيام الليل مأمور به الرجال ومأمور به كذلك النساء وهما سنة مؤكدة وليس فرضا على الصحيح من أقوال أهل العلم ولذا كان من شرف قيام الليل أن الله سبحانه وتعالى جعل جزاءه الجنة قال رب العزة والجلال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ما هو جزاؤهم؟ قال الله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال الله سبحانه وتعالى عن صفاتهم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون فحقيقة قيام الليل أنها علامة من علامات الإيمان والتزكية من الله سبحانه وتعالى قيام الليل لو قام به المسلم بعشر آيات لم يكتب من الغافلين والقلب إذا اعترته الغفلة فإنه لربما ينقلب حتى ينكر المعروف ويعرف المنكر فإن أردت أن يبقى قلبك متعلقا بالله سبحانه وتعالى غير غافل فقم الليل ولو بعشر آيات ويتحقق كذلك بركعة الوتر فلو قرأت فيها الفاتحة والفاتحة فيها سبعة آيات وقل هو الله أحد وقل هو الله أحد فيها أربع آيات هذه إحدى عشر آية تقوم بها الليل ويكفيك بإذن الله سبحانه وتعالى شرفا ألا يكتبك الله من الغافلين بل إن الله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر فمن كان من أهل الوتر فليحافظ عليه كيف إذا دخل رمضان وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي إحدى عشر ركعة تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان عليه الصلاة والسلام لا يزيد عن إحدى عشر ركعة وفي رواية أخرى ثلاثة عشر ركعة ومن أراد الإطالة والزيادة فله أن يصلي الإحدى عشر ركعة ويطيل فيها في القراءة ويكون ممتثلا لهدي سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أخوان المشاهدين أخوات المشاهدات قيام الليل في الحقيقة إنما وقته الذي أمرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو آخر الليل وهو في جوف الليل الآخر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة آخر الليل مشهودة أي تشهدها الملائكة ولذلك ينزل ربنا سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فيستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه لذا هنيئا لأولئك الذين في الحقيقة ينامون أول الليل ثم يصحون آخر الليل فيصلون ما كتب الله لهم ويختمون صلاتهم بالوتر هؤلاء الأقوام إذا دعوا فإن الله سبحانه وتعالى يكرمهم بالخير والدعاء من العبد إلى الله سبحانه وتعالى بإحدى ثلاث إما أن يستجيب له فيعجل له الدعوة في الدنيا وإما أن يؤخرها له في الآخرة فيكون من ضمن الحسنات التي يدخرها الله سبحانه وتعالى للعبد وإما أن يدفع به قضاء قد قضاه الله عليه أي شرا أو أمرا من الأمور كان مقدرا عليه فبفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الدعاء عندما يرفع العبد يديه فإن الله سبحانه وتعالى لا يردهما صفرا أبدا لهذا لا يستغني العبد أبدا عن عون ربه وأقرب العون وأكثر العون هي في آخر الليل حقيقة وفي جوف الليل الآخر حينما تتفتح خزائن ربنا سبحانه وتعالى أنا أقول لمن كان مقروبا لمن كان مقهورا لمن كان يعيش في هذه الحياة وهو لا يجد لذة في الحياة ولا سعادة السؤال الوحيد الذي ينبغي أن تطرح نفسه عليك أين أنت من آخر الليل هل جربت لذة قيام الليل هل جربت دأب الصالحين في هذا سنواصل الحديث بإذن الله بعد هذا الفاصل فابقوا معنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد تحدثنا قبل الفاصل عن الدعاء الذي يدعو به العبد لله سبحانه وتعالى في جوف الليل الآخر والمسلم إذا داوم على قيام الليل خاصة في رمضان فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه المسلم كذلك إذا لم يحافظ على الأقل على صيامه فكان لغوه كثيرا مثلا وكان يتحدث بما لا يحل وكان يتكلم كثيرا فإن من الأمور التي يغفر الله سبحانه وتعالى بها للعبد هو في الحقيقة قيام الليل فإن قيام الليل في تلك الليلة أكثر من ألف شهر وتقدر تقريبا ثلاثة وثمانين سنة فإذا قمت تلك الليالي قياما حقيقيا بما أمرك الله سبحانه وتعالى به فإنك قد نلت منزلة عظيمة بقيامك لليلة القدر هذه الليلة العظيمة التي تكون في العشر الأواخر من رمضان متنقلة حسب أقوال أهل العلم ولا يحصل للمسلم كذلك أنه أن يكون قائما لليلة القدر إلا إذا كان قد قام ليلة الليالي الباقية من رمضان كان يحافظ على قيامها لا يمكن الإنسان أن ينام أول الليالي ثم يقوم فيصح على ليلة القدر لذلك تدريب النفس على القيام من بداية رمضان مطلوب وحرصك على قراءة القرآن مطلوب ولهذا فإن الخير كل الخير في قيامك لأداء هذه الركعات العظيمة وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يجتهد أشد الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان فإنه كان عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله حتى يبلغوا صلاة الليل ويحرصوا عليها وكلما قام الإنسان في صلاة الليل قانتا مطينا للقيام فهي معينة على فهم القرآن يقول الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا أي تفهم من خلاله كلام الله سبحانه وتعالى تقوم في مكان ليس فيه أحد وتدعو الله سبحانه وتعالى في هذا المكان وأنت تصلي وتناجي فيه ربك هذه من أفضل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح قيام الليل بدعاء عظيم جليل لو تأملت فيه أخي المشاهد أخت المشاهدة لرأيتم فيه الخير العظيم كان يستفتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصلاة فيقول اللهم رب جبرائيل ومكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لربه وهو خير الأنام وهو سيد المرسلين وهو إمام المتقين يقول اهدني نعم لا يستغني النبي عن الهداية فكيف بنا نحن نقول في كل ركعة كل ركعة نقول اهدين الصراط المستقيم وفي صلاة الليل الخاصة يقول عليه الصلاة والسلام اهدني مختلف فيه من الحق بإذنه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقوم في هذه الليالي وعائشة تقول له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام أثلا أكون عبدا شكورا كان عليه الصلاة والسلام يقف على آية واحدة ويبكي يقف عند قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فيبكي عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن لم يقوموا نضح في وجههم الماء ورحم الله مرأة صلت من الليل ثم أيقظت زوجها فإن لم يستيقظ نضحت في وجهه الماء فسبب من أسباب الرحمة هو في الحقيقة في قيام الليل قيام الليل شرف للمؤمن كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قمت وصليت لله سبحانه وتعالى فإن هذا خير لك من الدنيا وما فيها أنا في الحقيقة أتعمل في أحوال الناس اليوم لما يدخل علينا وقت الليل ساعة السادسة والنصف أو السابعة وهو وقت المغرب إلى أذان الفجر كم من الساعات أنت تعبد فيها الله سبحانه وتعالى كم تفوت عليك من الدقائق كم تفوت عليك من الساعات وأنت في لهون وإلى لهون ومن غفلة إلى غفلة لو توضأت وصليت عشر دقائق إلى عشرين دقيقة بالكثير نصف ساعة هل هذا سينقص من يومك؟ هل هذا سيقل من شأنك؟ لا والله بل الوقت لو جعلته كله لله سبحانه وتعالى لما وفيت الله سبحانه وتعالى قدرا لذلك الموفق هو الذي يعان على قيام الليل والموفق في الحقيقة هو الذي يسلك به هذا المسلك العظيم وليس سهلا على النفس أن تقوم في آخر الليل وتصلي صعبا فضلا عن القيام لصلاة الفجر لكن إن صليت العشاء مثلا ثم صليت السنة ثم قبل النوم مثلا أردت أن تصلي الوتر فصلها قبل أن تنام لا تفرط بها إن عجزت عن قيام آخر الليل وسبحان الله كيف هو حال كثير من أحوال المسلمين اليوم لو قيل له إن طائرة ستقلع الساعة الخامسة وأنت غير متعود على القيام أبدا لكن الرحلة الساعة الخامسة متى سيستيقظ هذا العبد سيستيقظ الساعة الثانية وسيخرج إلى المطار الساعة الثالثة وسيصل في الساعة الرابعة حتى يلحق على هذه الطائرة أو عمل دعي إليه وقيل له أنك تكون في العمل الساعة الرابعة مثلا فمتى سيستيقظ سيستيقظ قبل ذلك بساعات حتى يهيئ نفسه لهذا العمل لكن الآخرة تحتاج إلى اجتهاد اجتهاد عظيم خاصة في شهر رمضان شهر الخير شهر الصلاة والغفران لا ندعو إلى أنك تكون في جميع الليل تصلي فيه لأن هذا صعب على النفس والنفس تكل وتمل لكن خصص لنفسك وقتا تستطيع فيه القيام حتى تؤدي هذه الصلاة العظيمة التي لا تفوتها وثم تأمر هنا أحب أن أنبه عليه كذلك وهو أن كثيرا من المصلين يحرص على قيام الليل لكنه ينام عن صلاة الفجر فلا يؤديها على وقتها أو لا يحضر لصلاة الظهر أو لا يصلي العصر لكن إذا إذا كان وقت قيام الليل قام فصل وهذا لا شك أنه غب وجهل من صاحب هذا العمل والعلماء رحمهم الله يقولون إذا شغل النثل عن الفرض فهو في الحقيقة مغبون وإذا شغلك الفرض عن النثل فأنت معذور نعم لا يجوز لك أن تترك الواجب وتذهب إلى المستحب وأنت معذور لو صليت الواجب ولم تؤدي المستحب والمسلم يكون بين ذلك قواما يحاول بقدر مستطاع أن يجمع بين الواجب وبين المستحب وإذا صليت لله سبحانه وتعالى ولولي ركع واحدة فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى تكتب من أهل القيام أهل الليل وحرص بارك الله فيك على عدم السهر لأن السهر يقطع في الحقيقة الصلة بينك وبين الصلاة وهنا أوجه في الحقيقة للأمهات التي يسهرن في رمضان أن السهر قد يودي إلى معاصي كثيرة لكنهن يشكرن على قيامهن للليل قبل النوم لكن إن استطاعت الزوجة أن تنام أول الليل ثم تقوم آخرة فهذا خير للمسلمة وخير للمسلمة كذلك أن يؤدي مثل هذه الصلوات وإن استطعت أن تنام على طاعة فهو خير فاحرص عليها لأن من نام وهو على معصية غالبا ولا أقول دائما لا يعان ولا يوفق للطاعة واحرص أن يكون آخر صلاتك بالليل وترا وإذا صليت الوتر أول الليل فلا تصلي آخره وترا صلي ما شئت إن استيقظت ولكن لا تختم بالوتر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يجمع وتران في ليلة واحدة هذا هو شأن قيام الليل الذي يجب أن يكون عليه المسلم خاصة في رمضان ألا يفرط بهذا القيام أبدا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتبني وإياكم من الصالحين وأن يجملني بعفوه ورحمته وإياكم لكل خير اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة